موسيقى كشف قائد الدفاع الجو اللواء الطيارة الركن مهند غالب الاسعدي عن اتفاق لشراء منظومة صواريخ ارض جو متوسط المدى نوع امسام الاسعدي اكد ايضان ان الراق سيبدو مع مطلع الام المقبل مستقبالي وجبات من البطاريات القادمة من كوريا الجنوبية 한국판 패트리어스로 불리는 중거리 요격 체계인 천공툴을 이라크 국방부가 8개 포대를 도입하게 됩니다 해외 선진국이 점유하고 있던 중동 방산시장에 국내 기술로 중거리 지대공 유도 무기 체계의 대규모 수출이 연속으로 성사되며 중동 3개국의 케이방 공망을 구축하게 됐습니다 중동 지역은 이란과 이스라엘의 갈등이 격화되며 전운이 고조되는 상황에서 중동 국가들은 미사일 요격 등 방공 체계를 중점적으로 강화하고 있기 때문에 중동 시장을 확대하고 북아프리카 시장과 아시아 시장까지 통합하는 케이방 공망을 이룰 수 있는 이정표를 세우게 됐습니다 2018년부터 양산 중인 천공툴은 탄도탄 6격 교전 통제 기술과 다기능 레이더 추적 기술 등 세계 최고 수준의 최신 기술이 적용됐고 이 기술이 적용된 체계는 세계사위의 방공 시스템이라고 평가합니다 그리고 이라크에서 특집 방송으로 중동 전역에 방영된 영상입니다 전문가들은 2.78$ 2.78$ 청이이 지금을 운드리고자 청이 스테이전 2 청이 스테이전 2 المعروف أيضا باسم نظام الدفاع الجو الكوري الجنوبي M-SAM 2 그리고 기술을 이루고자 그리고 이 시스테이전 2 청이 스테이전 2 그리고 지스테이전 2 그리고 저항을 운드리고자 스테이전 2 청이 스테이전 2 22.7% 20.7% 20.7% في المقام الأول للحماية من التهديدات الكورية الشمالية ويجري تصنيع صواريخ والنظام المتكامل لنظام أمسام 2 بواسطة شركة LEG NEX1 حزام ناري صاروخي وليس مدفعي لأن المدفعية غير مجدية في التعبئة تستخدم المدفعية ضد الطائرات المقاتلة لإجبارها على التسلق بارتفاعات متوسطة وعالية حتى تدخل ضمن مدايات الصواريخ البطارية من حيث التقييم فنيا هي جيدة جدا يعني كمواصفات فنية ما قصة هذه البطارية شعرت كوريا الجنوبية بتهديد من كوريا الشمالية ووجدت أن منظومات الصواريخ اللي موجودة عندها واللي هي نظامها أمريكي نظام هوك غير فاعل وهي ذات البطاريات اللي كانت موجودة في الكويت في فترة اجتياح صدام للكويت فهذه بطاريات الهوك وجدوها أن هي متقادمة وغير فاعلة بدأوا يفكرون أن ينتجون بطارية تجمع بين المواصفات الشرقية والغربية إدراكا طبعا من كوريا الجنوبية أن على مستوى منظومات الدفاع الجوي الروس يتفوقون كثيرا على الولايات المتحدة فرحوا إلى روسيا بدأوا يتفهمون معهم على نظام صاروخي كفوة وبدأوا يجمعون بين القوة الفنية للصواريخ الروسية مع التقنية الإلكترونية لمنظومات الباتريوت وبالفعل نجحوا منذ عام 2001 إلى 2011 في تطوير بطاريات قالوا عليها هي البلوك 1 البلوك 1 كان مداها 40 كيلو ثم من 2011 إلى 2014 أوجدوا ما يطلب عليه بالبلوك 2 اللي هي صار مداها مقارب ومشابه إلى الباتريوت وبقت تطوير عليها حتى دخلت الخدمة عام 2021 جميل سؤال مهم جدا هاي المنظومة الكورية ش تختلف عن منظومة الصواريخ الروسية سام هو ممكن أنه تظاهل سام 350 أو الأفضل هن أفضل بطارية التي تتفوق على الباتريوت هي الأس 400 لكن الأس 400 كو بها محاذير الأس 400 تتعامل مع الطائرات الغربية كعدو والطائرات الغربية تتعاملها كعدو فالازدواجية الموجودة في العراق لا هو الشرق ولا هو غربي يجعلنا في حالة قلق في الميدان ما هو العدو والصديق لأننا دائما عندنا الرادارات الرادارات الصديقة تسألنا فإذا تلقت إجابة تعاملت معنا كهدف صديق يطلع الضوء أخضر وإذا ما تلقت إجابة يطلع الضوء أحمر بمعنى هدف معادي فتبدأت حالجة تشتبك معنا كهدف معادي مشاهدين للحادثة أكثر حول هذا الموضوع انضم معي ضيفي الخبير الأمني الأستاذ سرمد البيات يرحب بجنابك أستاذ سرمد حياة كم أهلا بك يا دكتور كيف تجد أهمية حصول العراق على منظومة دفاع جوي من كوريا لا عدنا ويا أمريكا أطمئنك يعني أنت مجبر أنا أقول لك عقودنا موجودة مع كل الدول العالمية بالمناسبة إحنا دا أشوف لا زال الاتجاه غربيا متوقع أنه توجه لي هواي أسئلة منكم ومن وكالات أجنبين وليش كوريا الجنوبية فكوريا الجنوبية لازم تستمر تطور نفسها من أجل أن تحمي نفسها معسكرين هذا الشرقي وهذا غربي فلذلك هاي المنظومة أمسام الصورة 50 كيلومتر لأن ساعة إذا ما عندنا دفاع جوي العالم رح تنتقدنا ويقول العراق سماء ما عندها سيطرة يعني ما عندها سيادة جوية نعم دكتور نحن هنا نتحدث عن التحالف الدولي هل سيكون انسحاب الأمريكان بشكل حقيقي وكامل أم سيبقى الأمريكان بعناوين أخرى نستطيع أن نقول عزيزتي عوفي الخبراء عوفي أنت لا تنسوا أنت رأينا حلف الناتو نعم وحلف الناتو وشفتهم شون صالفين ويقولون نحن لا والله ما نبقى دي قصفونا ده توقع يابا أنت موين ما واقع القذاف واقع على الجسم بقاعدة بلد للوضع السياسي الحالي طيب ما ري تصير أزمات وأكو أمور أقول لك لكن فقط أقول لك هي ما تخدم الجيش العراقي نعم 지금까지 이라크에는 나토 국제연합군과 미군들이 주둔하고 있는데 2026년에는 소수의 병력만 남기고 철수하게 됩니다 때문에 영상에서도 군사 전문가가 밝혔듯이 이라크 정치인들을 지목하며 더 이상의 정치적인 혼란이 없기를 바란다고 했는데요 이라크에는 친밀한 무장 세력이 미군 시설을 공격하고 있기 때문에 이라크 역시 내부적으로 혼란스럽습니다 이라크의 다른 관용 방송들을 보면 국제연합군이 철수하면 가장 먼저 안보 문제와 치압 문제를 걱정하는 사람들이 많습니다 이번에 천궁2를 사우디보다 더 빠른 인도를 요구하며 계약이 체결됐는데요 이라크의 내부적인 문제와 안보 문제가 앞으로는 크게 이슈화 될 것으로 보입니다 그렇게 되면 지금까지 진행되던 무기 도입 사업도 빠르게 진행될 수 있다는 것인데요 앞으로는 이라크에 K-방산 진출 소식들이 들려올 듯합니다 이라크의 천궁2의 수출은 좋은 소식이지만 국내 내부에는 파장이 일고 있는데 LIGNX1과 하나의 갈등으로 방사청이 중재에 나섰다고 합니다 중동의 K-방산 수출에 이정표를 세웠지만 더 이상의 갈등은 수출에도 좋은 영향을 미치지 못합니다 이런 방산기업 간의 갈등은 세계 각국에서도 빈번하게 발생합니다 폴란드도 방산업체들의 갈등으로 인해 정부는 장기적인 계획을 세워놨는데 방산업체들의 갈등으로 인해 폴란드 국내 사정도 복잡합니다 독일은 레오파드 소유권을 두고 KMW와 라인메탈 간의 법정 소송이 진행 중입니다 다음 시간은 중요한 폴란드 소식으로 찾아오겠습니다 그랬나 좋아좀 독일 스킬 독일 conc일 도 사모 전 vom